السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء الصف الأول ابتدائي الشعب ألف المعلمة لارا درسنا في مادة الرياضيات ويتحدث عن العشرات والآن العشرات عندنا أحمد سميرة ثامر لنرى كل طفل كم مجموعة رسم لنرى هنا العشرات عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين كم عشرة رسم أحمد لنرى أحمد كم عشرة رسمه رسم أربع عشرات أحمد رسم أربع عشرات لنرى ثامر كم عشرة رسمه انظروا كم عشرة عشرة عشرتان رسم ثامر عشرتان والآن لنرى كم عشرة رسمت سميرة لنلاحظ هنا كم عشرة ثلاث عشرات عشرة والآن نأتي إلى السؤال الأول أعد وأكتب عدد العشرات وأكتب العدد هنا عندنا مجموعة من المكعبات مؤلفة من عشر واحدات عشر واحدات لنعدها الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة عشرة والآن نضعها في مجموعة واحدة وتصبح عشرة واحدة هنا واحد عشرة واحدة إذن نكتب عشرة وهنا كم مجموعة عندنا مؤلفة من العشرات مجموعتان لنرى هنا أيضا عندنا مجموعتان مؤلفة كل مجموعة من عشر مكعبات والآن وضعناها في مجموعتان كل مجموعة مؤلفة من عشر مكعبات اثنان مجموعتان يساوي عشرين والآن هنا نرى عدد المجموعات كم مجموعة عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمس مجموعات مؤلفة كل مجموعة من عشرة هنا نلاحظ عندنا عدد المكعبات وعندنا كل مجموعة يوجد فيها عشر مكعبات وضعناهم كل عشر مكعبات في مجموعة واحدة وأصبحت كل مجموعة مؤلفة من عشرة هنا خمس مجموعات يساوي خمسين وهنا نرى عدد المجموعات أيضا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ست مجموعات كل مجموعة مؤلفة من عشر مكعبات ووضعناهم في مجموعة واحدة كل مجموعة مؤلفة من عشرة جمعناهم في عمود واحد كل عمود مؤلف من عشرة ست مجموعات كل مجموعة فيها عشرة يساوي الستون وهنا نرى كم مجموعة عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سمانية والآن عندنا كل مجموعة يوجد فيها عشر مكعبات لنرى ثمان مكعبات ثمان مجموعات يساوي ثمانين والآن نأتي إلى السؤال الثاني أقرأ العشرات أقرأ العشرات عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين نأتي إلى السؤال الثالث أملأ الفراغ أملأ الفراغ عشرة عشرين ماذا يأتي بعد العشرين ثلاثين ماذا يأتي بعد الثلاثين أربعين وهنا عندنا خمسين ماذا يأتي بعد الخمسين ستين بعد الستين سبعين بعد السبعين ثمانين وبعد الثمانين عندنا تسعين والآن نأتي إلى السؤال الرابع أكتب عدد العشرات وأكتب العدد هنا عندنا أربع مجموعات كل مجموعة مؤلفة من عشر أقلام يعني عندنا أربع مجموعات وكل مجموعة فيها عشرة إذن يساوي أربعين لنرى عشرة عشرين ثلاثين أربعين نأتي إلى المجموعة الثانية عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين عندنا ست مجموعات يساوي الستين لنرى عدد المجموعات واحد إثنان سلاسة أربعة خمسة ستة سبعة وكل مجموعة فيها عشرة إذن عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين إذن سبعين لنرى عدد المجموعات أولا واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عندنا عندنا ثماني مجموعات وكل مجموعة يوجد فيها عشر أقلام لنرى أن نعود بالعشرات عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين والآن ثمانين والآن نأتي إلى السؤال الخامس أملأ الجدول عندنا بالجدول الأول عشرة عشرين لنرى ما هو العدد الناقص ثلاثين نعم بعد الثلاثين أربعين وبعد الأربعين ماذا يأتي خمسين نعم وبعد الخمسين عندنا ستين لنرى الجدول الثاني عندنا أربعين ماذا يأتي بعد الأربعين خمسين وهنا نلاحظ ستين ماذا يأتي بعد الستين سبعين وماذا يأتي بعد السبعين ثمانين نعم وماذا يأتي بعد الثمانين نلاحظ تسعين أحسنتم والآن نأتي إلى الجدول الثالث عندنا هنا العدد تنازليا عندنا أول عدد هو تسعين ماذا يأتي قبل التسعين ثمانين وكما نلاحظ هنا عندنا سبعين ماذا يأتي قبل السبعين ستين وماذا يأتي قبل الستين كما نلاحظ خمسين ماذا يأتي بعد الخمسين قبل الخمسين أربعين والآن نأتي إلى السؤال السادس أجد الناتج أربع عشرات زائد خمس عشرات ماذا يساوي تسع عشرات نعم سبع عشرات زائد واحد عشرات ماذا يساوي ثمان عشرات نعم سلاس عشرات زائد سلاس عشرات ماذا يساوي ست عشرات والآن طلاب الأعزاء انتهى درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء شكرا للمشاهدين